كان سؤال الآخر يقول هل يقبل الله صيام العبد الذي لا يصلي ويصر على عدم صلاة القرائز؟ بالرسمة لتارك الصلاة تارك الفريضة على شر عظيم وقد ذهب الحنابلة عبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فيرون أنه لا ينفع مع ترك الصلاة طاعة أخرى أي كانت والواضح من الذي لا يصلي مطلقا أنه شاك في وجوبها والشاك في وجوبها كافر إجماعا لكن هناك من يترك الصلاة تكاسلا وانشغالا يمكن أن يترك صلاة واحدة أو صلاتين لكن تكاسلا طيلة 20 سنة وهو تارك الصلاة كلها ما يوصل لأصلا هل يمكن أن يقع هذا؟ ما يمكن أن يكون الإنسان متكاسل مدة 20 سنة تكاسل حال نفسي يتقع بوقت دون وقت فإذا كان الإنسان تكاسل عن صلاة من الصلوات فالحنابلة يرون أنه كفر بذلك إذا تعمد أركها حتى خرج وقتها والجمهور يرون أنه غير كافر والجميع اتفقوا على أنه إذا امتنع عن صلاة وقتية فإنه يقتل على تركها ولكن الحنابلة يرون أنه يقتل ردة وأن ماله لبيت المال ولا يرثه أهله والجمهور على أنه يقتل حدا من حدود الله وأن ماله لورثته طيب نصيحتك فضيلة الشيخ وفضيلة العلامة لمن يعني يفوت كثير من الصلوات ويتكاسل عنها نعم على الإنسان أن يعلم أن خير أعماله الصلاة وأنها أول ما يودأ به من عمله يوم القيامة فإن سلمت له لم يضره ما سواها وإلا تطوى كما يطوى الثوب الهدم لأي الخلق البالي فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها وليعلم أن هذه الصلاة هي صلته بربه وأنها عمود الإسلام وأنها هي أشرف أحوال الإنسان وأن تاركها لا خير فيه مطلقا وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ومن آخر ما قاله عمر بعد أن طعن قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ذلك لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نعلم أن الصلاة هي أهم وظائفنا في هذه الحياة الدنيا وقد كتب عمر إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع قد أخرج البخاري الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضاهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفعلا لذلك لا بد من الحفاظ على الصلاة وأن نجعلها أكبر همنا وأكبر انشغالنا وأن نعلم أنها علاقتنا بربنا جل جلاله ترجمة نانسي قنقر